أهلاً أحبائنا مشاهدينا من واصل دراستنا عن أهمية صلب وموت المسيح من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القديمة وطبعاً نتذكر كل أحداث الصلب اللي تمت تتميم لنبوات في هذا البلد واللي كانت الهدف الرئيسي لتجسد يسوع المسيح لأنه كان الحل الإلهي والعلاج الإلهي للخطية وقلنا أنه أساسي يعني جداً لأنه أساس المسيحية أساس الكرازة بالإنجيل وموت المسيح أساسي لخلاصنا فأهمية موت المسيح أرضت عدالة الله فكيف لحل المعضلة بين العدالة وبين المحبة بين البر والرحمة فإذن يسوع المسيح اللي جمع التوازن في الصفات الإلهية لأن الله محبة فهو يحب الإنسان يبحث عن طريقة ليخلص الإنسان ولكن لأن الله عادل ينبغي أن يدين خطية الإنسان فجاء المسيح تجسد بلا خطية جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فبموت يسوع المسيح أرضى العدالة الإلهية وفى المطالب الإلهية عندما قال قد أكمل وبنفس الوقت كفر كإنسان كامل كفر عن كل خطايا البشرية لأنه مات بديلا عنك وعني تحمل العقاب سدد الدين ومثل ما ذكرت مات كفار غط عيوبنا سطر على خطيانا وكان بديلا أخذ أثامنا وعطانا بره حتى اتحمل اللعن وصار لعن حتى أنت وأنا نتبارك من خلال موت يسوع المسيح مكتوب الذي لم يشفق على ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء فكل الآلام والقصاص والعذاب والنيران غضب الله وضعت على يسوع المسيح لأنه حمل كل خطايا البشرية في جسده ولكن أكمل هذا العمل وسدد الدين وفى المطلب الإلهي فإذن أحبائي من أجل هذا نحن نحب يسوع المسيح اللي أنقذنا من الموت وعطانا حياة اللي أنقذنا من الظلمة ونقلنا إلى النور اللي أنقذنا من جهنم من جحيم النار حتى يكون إلنا علاقة شخصية حاممية مع الإلقاب من أجل هذا أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح صار الدافع للتكريس أنه أصبحنا مكرسين مخصصين مفرزين لخدمة الرب نحاول أن نضحه بكل شيء لأنه ضحه من أجلنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه بالحقيقة إن أهمية الصلب هو السر اللي بنتحمل فيه الاضطهاد في هذا العالم كم من الناس اللي آمنت بيسوع كم من العابرين اللي اختبروا محبة يسوع واختبروا موته وقيامة يسوع في حياتهم أصبحوا يواجهون الاضطهاد بصدر مفتوح وبفرح وبكل سرور مستعدين لاحتمال كل المشقات وكل الاضطهادات من أجل اللي أحبنا شيء آخر الصليب وأهميته هو أساس لشركتنا مع الله لا توجد شركة مع الله بدون عمل الصليب فهذه الشركة من خلال عمل المسيح إذ أصبحنا في عائلة الله أصبحنا جسد المسيح عروس المسيح كنيسة الله وصار في عنا الشركة مع الآب ومع بعضنا بعضاً ثم أحبائي أهمية صلب وموت يسوع المسيح في غاية الأهمية لأنه استرد الصورة استرد الصورة عارفين؟ الصورة اللي تشوهت في آدم الأول في الجنة جنة عدن عندما أخطأ المسيح بموته على الصليب وبقيامته استرد الاعتبار واسترد هذه الصورة لأجل هذا أحبائي نحن نفتخر بالصليب موسيقى موسيقى موسيقى